أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية البريطانية في تطور مستمر وهو ما يتجلى من خلال علاقات الصداقة العريقة الممتدة بين البلدين الصديقين وما شهدته تلك العلاقات على صعيد التعاون والتنسيق في مختلف المجالات مشيرا سموه في هذا الصدد لأن مملكة البحرين تسعى دائما إلى توطيد علاقاتها مع المملكة المتحدة وبالأخص في المجال التجاري لما يشكله من أهمية كبيرة تسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وبما يصب في مصلحة البلدين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الغضبية اليوم سعادة السيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية البريطانية حيث بحث سموه مع سعادة السيد فوكس أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وتطوير وزيارة حجم الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين وهو ما تسعى إليه مملكة البحرين من خلال المرحلة المقبلة عن طريق تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة ولفت سموه إلى أن مملكة البحرين عززت من موقعها الاقتصادي من خلال رفع التنافسية في تنمية الاستثمار وتشجيعه واستغلال الفرص التي يزخر بها العالم في ظل التحديات التي تواجه المنطقة من جانبه أعرب سعادة وزير الدولة للتجارة الدولية البريطانية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يبديه سموه من اهتمام في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بما يعود بالنفع والنماء والازدهار لشعبيهم الصديقين